جولتنا الأخيرة من مملكة البحرين حيث مركز عالي للتدخل المبكر يطرح تجربة فريدة من نوعها لتهيئة التوحديين وتدريبهم على العمل في مجال تقديم الطعام والضيافة من خلال مطعم خاص داخل المركز يستقبل زواره كل سبت على وجبة الإفطار من أهالي التوحديين وأصدقائهم أيضا للتعرف أكثر على قدرات الشباب الزميلة خولة لغرينيس زارت هذا المطعم وطبعا شاركتهم وجبة الإفطار ووافتنا بالتقرير التالي فنشاهد أجواء جميلة قريبة من البحر يعيشها أهالي التوحديين وأصدقائهم في تجربة فريدة من نوعها قام بها مركز عالي للتدخل المبكر لتهيئة التوحديين للعمل في مجال الضيافة من خلال مطعم المركز فقد تم أعداد التوحديين بشكل متقن ليكونوا قادرين على العمل وبشكل رسمي في المطاعم ويكون القطاع أكثر استيعابا لتشغيل هذه الفئة هو بالأساس برنامج تدريبي تقوم في مدرسة عالية للتدخل المبكر من أجل تجهيز الطلبة اللي عندها من أجل الاندماج في المجتمع وجزء من الاندماج هو العمل فبالتالي قاعدين في المدرسة يطورون من مهاراتهم قدرتهم على العمل من أجل أنهما يستوعبون في القطاع الخاص فهي أيضا دعوة للقطاع الخاص أنه يستثمر في قدرات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام وأطفال التوحب بشكل خاص أنا بديت المشروع حق الأطفال البالغين لأعمارهم من 14 إلى 17 سنة طبعا إحنا بدينا من ثلاثة سنين أنهم يتخرجون واجهوا صعوبة أنهم يحصلون شغل برا فذي المشروع كان هو عبارة عن يتدربون خلال نطاق المدرسة وبعدين نقدر أن المشاركات أو المصانع يثقون أنهم ترهموا مشتغلين في المدرسة ويقدرون يشتغلون برا أول شي بديناها في الصف وبدأتها مع أولياء الأمور وما شاء الله ما قصروا ودعمونا وكانوا يونه يتريقون وهم يدعون أصدقائهم طبعا ذي المشروع تحت إدارة المدرسة وللحنا حاليا مشروع مصغر جدا بتلاحظون أن الليون الأطفال يأخذون الأوردارات من عند الأهل يعطونهم الضيافة البداية بعدين يشيلون الأكل يعطونهم الأكل تحسين أن هناك يهال مستنسي وثقون من نفسهم من لا يعرفهم قد يتساءل عن سبب المجزفة بتدريب فريق من التوحديين لتشغيل المطعم بمساعدة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ولكن سرعان ما تذهب هذه التساؤلات أدراج الرياح نظرا لما يمتلكونه من قدرة عالية على العمل في هذا المجال وبشكل متقن خصوصا وإنهم يقومون بالعمل وفق الخطوات التي ترسمها لهم مدربتهم وبشكل دقيق تريبية اللي حين نسويها للأطفال بالنسبة إلى موضوع الطبخ وتقديم الطعام والشذي بالعكس يحفز فيهم اللي هو روح العمل زائدا اللي هو يزيد عندهم التركيز وحسن التدبير في الأمور الأكل كتير طيب والجو رائع وصراحة أنا بنصح كل إنسان بالبحرين يدعم هالمركز ويدعم هالمؤسسة ويدعم هالمطعم بهذه المرحلة لأنه بتشجع الأولاد كتير يحصلوا على مراكز عمل إبراز قدرات الشباب للعمل في هذا المجال هو الهدف الأسمى فهذا المطعم لم يتم افتتاحه بقرض تحقيق الأرباح ولكن هو عبارة عن مركز تدريبي يحتضن هؤلاء الشباب ويهيئهم ليكونوا قادرين على الانخراط في سوق العمل أنا أعمل في مطعم واحات البحرين ونحن سعيدون في خدمة الضيوف ليس مع الإصرار يأس وليس مع الاهتمام مستحيل فهذا المطعم الذي يفتح أبوابه صباح كل سبت للجمهور يستحق الدعم فعلا شباب متميزون عاملون مثابرون تملكتهم رغبة داخلية لإثبات ذاتهم بضيافة بحرينية وضعام تقليدي امتزج فيه عبق الماضي بحاضرنا الجميل خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين